ازاي حضراتكم؟ معلش الوحب بس اللبس النظرة فلازم يعمل كده لمن كتر القرية ومتابعة وقراءة كل ما هو متعلق بالمؤتمر النهاردة طيب تعالوا وإحنا بنتكلم بعد إذن حضراتكم هنبدأ بجزء من كلمة فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي أنهي جزء المسألة اللي فند فيها الرئيس في مجموعة من النقاط شديدة التركيز شديدة العمق على الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي مرت بيه مصر على مدار العقود الماضية دايما المزيع اللي بتكلم بقول جملة يا جماعة إحنا قادرين نستوعب إنه رئيس جمهورية مصر العربية الحكومة وإحنا الناس المجتمع الشعب كلنا شركاء في إيه؟ في دفع فاتورة بتاعت سنين طويلة فاتت فاتورة تقيلة ودون مناكفة ولا مكيدة مع أي حد أنا بتكلم بجد والله العظيم ونتكلم كلام بجد بقى علمي حبتين الربط ما بين الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي المصري وضع لا يقبل القسمة أبدا فالرئيس كان بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على إنه مجابهة التحديات الوقوف معاها كانت بتصطدم بإيه؟ بمحزير محزير من أبرزها عنوان حفاظ على الاستقرار ما بين قصين الهش أو حطها جملة اعتراضية شرطة وشرطة الهش للدولة بدل ما كنا نتحرك في وضع مسارات حقيقية أو خلق مسارات حقيقية لحلول حاسمة وضرورية هضرب لك مثل بسيط بعد إذن حضرتك مش عايز أطول عليك ابنك عيان واخد دور من اللي هو الدور أدى لسخونة شديدة البعض بيدي الواد خافض حرارة ودي مصيبة أنت تعالج عرض ولا تعالج مرض لا تذهب إلى السبب الجزري الروت كوز البعض الآخر بيشتغل على السبب الجزري فيشوف والله ده محتاج أنتبيوتك ده محتاج سلفيت ده محتاج مش عارف إيه إحنا قعدنا عشرات السنين بنعالج السخونية ما بعالجش الدور اللي ماشي ما بعالجش السبب في كحة الواد ما بعالجش السبب في ارتفاع درجة الحرارة ما بعالجش السبب في ضيق التنفس ما بعالجش السبب في الرشح إيه لخ إيه لخ إيه لخ كل اللي بنعمله إيه ادي له حبيت مسكن وخافض حرارة الواد هيخف الاقتصاد هيخف المجتمع هيخف كله كان قاعد عمال بيفكر على الحالة الظاهرية الكرسي اللي بيلمع هنا بيأكد الرئيس أنه من الضروري دراسة البيئة منقشة حجم صلابة إلى أي مدى الدولة صلبة علشان نقدر نمرر مسارات اقتصادية اسمع رئيس نصاً قال إيه إن مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدل من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة أحد يقول لي هل هناك علاقة باللاثنين؟ يعني هذا البند والبند اللي بعده؟ أه طبعاً أنا أدرس البيئة المصاحبة اللي هي لكن وأنا بنائج هذا بشوف يطر الدولة عندي حجم الصلابة بتاعتها كرأي عام يمكنني من تمرير المسار اللي أنا أريد أن تحرك فيه أو لا وحديكم سأل سأفكركم أن في 2015 لدينا دعم جزء هل تفاكرين؟ ليس هذا؟ لدينا دعم جزء عن الوقود ليس هذا؟ ليس هذا طريق أو أنا نسيت صح هذا؟ الناس كلها ساعة قال لك ماهي؟ هو الرئيس السيسي يغمر بشعبيته يغمر بشعبيته ليس هذا؟ أنا كان تقديري في الوقت ده؟ أن الرصيد اللي موجود ده لابد من استثماره أكبر حجم من الاستثمار في الإصلاح والبناء لأن مش هتتعود الفرصة تاني وقد لا يتواجد مسؤول آخر في المكان ده بعد كده يقدر يبقى عنده هذا الحجم من الأرصدة اللي ممكن الناس تقبل منه الفكرة مختلفة خالص الفكرة هنا مختلفة خالص لو ما كانش متخذ القرار منتبه للكلام ده كويس وعارف يعني إيه؟ هو فين؟ ويستفيد من الفرصة المين؟ لبلده يستفيد من الفرصة المين؟ لشعبه لتقدمه لاستقراره يبقى هو فاتته الفرصة الجملة دي بعد إذن حضراتكم لازم بس نتوقف عندها اللي هي الجملة والرئيس بيتكلم على 2015 ورفع جزئي لجانب من الدعم واستثمار هذا الجزء الاستثمار الأكبر والأمثل وقال وقتها اتقال الرئيس بيغامر بشعبيته طيب إذا سمح لي الرئيس وسمح لي الكل هذا الرجل هو الأكثر جسارة وجرأة وشجاعة في اتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بمستقبل الاقتصاد المصري لا حاضره ومستقبله